اشتركوا في القناة بالصالح لجلالته عن الثناء والإشادة بالكلمة السامية التي تفضل بها جلالته في هذه المناسبة الوطنية وما تضمنته من معان وطنية غاسخة رسمت معالم مستقبل الوطن الغالي وأكدا ثيقته الكبيرة في أن تكون المرحلة المقبلة في مسيرة العمل الوطني بمشيئة الله وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم والرؤى السديدة ونهجه القويم مرحلة زاخرة بالخير والتطور والتقدم في مسيرتنا الديمقراطية الناهضة بما يسهم في استدامة رفعة الوطن وازدهاره وتعزيز دولة المؤسسات والقانون وحصد المزيد من النجاحات في شتى مجالات العمل الوطني وعاهد رئيس مجلس الشورى جلالته على المضي في ترسيخ الثوابت الوطنية والاستنارة بتوجيهاته السامية ومواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها حفظه الله ورعاه بكل حنكة وحكمة واقتدار وأن تعضد الجهود والمساعي الخيرة لتحقيق المزيد من التطور والنماء وتعزيز السلام والاستقرار والأمن والأمان وأنهوض بالتنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في جميع القطعة سائلا المولى عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويبقيه سندا وعزا وذخرا للوطن وأن تتواصل مسيرة الإزدهار والنماء في وطننا الغالي في ظل قيادة جلالته الحكيمة اشتركوا في القناة